أنا أعتقد هاي نتائج انتخابات فيها اختفاء واكتفاء اختفاء الوجوه أو الجيل أو الرعيل الأول الذي سيطر وهيمن على مقومات وثروات ومناصب الدولة العراقية على المستوى التشريعي والتنفيذي وهذا ما تحدثنا طيلة اللقاءات السابقة بأنه ستكون هناك تسقط رؤوس تعتقد إنها رؤوس لكن حقيقة إنها ليس رؤوس الرئيس والزعيم يبقى جمهوره ثابت وكيف يبقى جمهوره ثابت عندما تكون متواضعا عندما تكون تسمع لمعاناة الناس عندما تسمع المشهورة من المقربين الذين هم يمثلون الناس حقيقة مع الأسف الأخطاء التي ارتكبت طيلة السنوات الماضية لم يتم معالتها أنت اليوم مش كنتش مو بالخطأ بل بالانتثال للصح ودائماً أكو حكمة تقول الفردية منبع الأخطاء ومن جمه أنرجسية أنرجسية التي واكبت والتي دخلت وتعمقت في نفوس بعض الذين سيطروا على القرار السياسي حقيقةً ابتعدوا عن الناس وهذه عقوبة نسميها أما إلهية أو حظ المجتمع العراقي الذي لم يستطيع أن يفعل شيء تظاهرات واحتجاجات وسقوط مئات من الشهداء لو لا هذه الدماء لما تغير قانون الانتخابات أس المشكلة في الدولة العراقية بعد 2003 هو قانون الانتخابات الذي فصل من قبل بعض المتحذبين لهم مع هذا أستاذ نجم هذا القانون الذي طبق بهذه الانتخابات لم يكن يحظى بالرضى الكافية أيضاً كانت هناك عليه اعتراضات يعني حسب المؤشرات والاستطلاعات التي أجريناها في مركز المورد هو نعم هو قانون يصب في مصلحة المرشح المرشح عندما يأتي يصبح نائباً في كل دول العالم السلطة طريقين طريق الانتخاب وطريق الانقلاب صعب جداً بعد يصبح انقلاب لا عسكة ولا عسكة بالعراق بسبب النظام السياسي المكوناتي العرق طائفي الانتخاب يأتي من قوانين تطبق من قبل المفوضية التي تعتبر جهة تنفيذية من الذي شرع القوانين؟ السلطة التشريعية قانون الانتخاب الدوائر متعد بالعكس لكن من الذي شوه صورته؟ أصحاب السلطة والتسلط أصحاب النفوذ والوجود بالتالي خوفوا الناس وعطوا شعور للناس بأنهم تذهبون لا تذهبون لكنك لم تجبني على سؤالي كيف ترى الخارطة السياسية بعد إعلان النتائج الأولية؟ هل نفس نسق الحكومات السابقة؟ أم هناك اختلاف حسب وجهة نظرها؟ أنا أظن اختلاف واضح هذا الاختلاف الواضح بسبب صعود ثلاث كتل أما أن تكون في الحكومة عزم أو تقدم أو تكون في المعارضة على المكون السياسي الشيعي أما أن يكون التيار الصدري أو الفتح لو بالمعارضة، لو بالسلطة وكذلك الحزب الديمقراطي مع الاتحاد الوطني أنا أرى حسب المؤشرات والاستطلاعات بأن السيد مقتضى الصدر صاحب المقاعد الأكبر في السلطة التشريعية وصاحب القوة المجتمعية والمؤيدين له أنا أعتقد صعب جدا يذهب بمشاركة الكل في السلطة والكل في المعارضة هذه مهزلة مهزلة ثم النائب النائب مو عمل يظهر بالفضائيات ويروح للوزير ينبغي على السلطة التشريعية والتنفيذية قبل تشكيل الحكومة أن تكون هناك برامج حكومية وبرامج داخل البرلمان البرلماني ليس من حق أن يظهر ويشهر بالآخرين ويتهم الآخرين إلا عن طريق رئيس الكتلة وبالتالي زعماء الكتلة السياسية التي فازت ترغب بالحفاظ على الفوز يعني أنت اليوم أكو فتحكمة تقول السباق للجميع الثبات للطامحين الثبات للنزهاء للشرفاء للنبلاء طيب الذين يعانون ما يعاني المواطن العراق بالتالي أنا صعب أجيبك على سؤالك أن تعود الخارطة مثل ما كان في السابق طيب أستاذ نجم مع هذا أنا حقيقة أتابع بعض التغريدات التي تعبر بها عن رأيك أشرت إلى أن هناك تغييرا مرتقبا بالخارطة السياسي العراقية يبدو أنه تحقق فعلا عبر انزياح كتل وقدوم كتل أخرى أو أخذ مساحة على حساب مساحات أخرى بين الكتل هنا هل ترسم لنا هذه النتائج؟ سيناريوها تكاد تكون الأقرب أم أن الوقت لا يزال مبكر على مثل هذا؟ أشكرك سيد علي فعلا أنا ما تحدث في الفضائيات طيلة الأيام الماضية تحقق يوم أمس واليوم أنا أقول اليوم على سبيل المثال في الكتل الشيعية هناك فائز واحد فقط الفائز الأول ليس هناك ثاني وثالث راح تقولي شلون لأن الفرق كبير بين الأول وبين الثاني وبالتالي الأول مرة راح يتفاوض مع الآخرين يتفاوض من باب القوة من باب الأعداد الموجودة داخل الصوت التشريعية أنت تحتاج إلى 165 مقعد حتى تمر الرئيس البرلمان ونائبيه وثم تقوم بترشيح فتح الترشيح لمنصب رئيسة الجمهورية الجلسة الأولى إذا ما اكتمل نصاب بثلثين ربما يكون الذي يحصل على أصوات بالتالي أنا أظن وهذه لربما في الأيام المقبلة الحكومة ستشكل في وقت قصير سيد نجم باختصار شديد لو سمحت وجود نواب مستقلين ونواب لم يزاولوا العمل السياسي وجودهم الآن في قبة البرلمان كيف يشير إلى العملية السياسية؟ يعني أنا أثلج قلبي وقلوب العراقين عندما سمعت قد فاز المستقلين في هذه الانتخابات وهذه إيجابية القانون الذي يعتبر الدوار المتعدل لولا هذا القانون صعب جدا يصعد مستقل واحد في الانتخابات بالتالي المستقلين نعتقد سيشكلون كتلة قوية داخل البرلمان إذا ما استلموا منصب تنفيذي إذا ذهبوا إلى المنصب التنفيذي سيكونوا محرقة مثل ما السابقين الذين احترقت أوراقهم